في الفيديو ده إن شاء الله هعلمك طريقة سهلة جداً وبسيطة تخلصك من الخطوط والهالات السودة تحت وحوالين العين إزايكم يا رب إن شاء الله تكونوا بقى الف خير أنا أفرح حمدي خابرة التجميل الطبيعي بالعافية والنهاردة هعلملك طريقة سهلة جداً وبسيطة تخلصك من الخطوط والعلامات التعبيرية والتاجعيد والهالات السودة حوالين وتحت العين بالاضافة الى نصايح مهمة جدا جدا هتساعدك ان انت تسرعي النتائج تحفزي على النتائج اللي ان شاء الله تحصلي عليها وكمان تتجنبي اخطاء انت في غنى عن الوقوع فيها فياريت تخليكي معي لاخر الفيديو قبل ما نبدأ نتكلم عن الطريقة عايز اقولك على 3 نصايح مهمين جدا لازم تحطيهم في دماغك وتطبقيهم كل ما تيجي تعملي المساج ده عشان ان شاء الله تحصلي على افضل نتائج ممكنة اول نصيحة هي عنصر النظافة والتعقيم لازم تحرسي وبضمير انك انت بشرتك تبقى نظيفة 100% وايدك كمان تبقى نظيفة جدا عشان تمنعي ان انت تنقيدي بكتيريا او شوائب او تسببي مشاكل لبشرتك انت في غنى عنها تاني حاجة هو عامل التطبيق الصحيح وعشان تقدر تطبقي المساج ده بطريقة صحيحة هتحتاج دايما ان انت لما تعملي المساج ده تعمليه قدام مرايا ثالث حاجة وهو عامل استعمال المنتجات الصحيحة او الادوات الصحيحة وفي المساج بتاعنا النهاردة كل اللي احنا محتاجينه هو شوية زيت بس المهم يكون زيت اصلي والزيت الصح اللي المفروض تستخدميه في المنطقة دي احسن زيوت تستخدميها في منطقة العين هي الزيوت الغنية بفيتامين اي فالنهاردة انا هستخدم زيت اللوز الحلو لو انت ما عندي كيش زيت اللوز الحلو تقدر تستخدمي زيت الارجان او زيت الججوبة او زيت جانين الامح دلوقتي احنا هنعمل المساج لمنطيات العيون وطبعا انا حابة اوضح انه المساج اللي انا عامله النهاردة ده مش اول مساج اقدمه لمنطيات العيون كنت عامله فيديو قديم جدا برضه احط اللينك بتاعه وتحت الفيديو ده لو انتو حابين تشوفوه ادي الزيت بتاعي و ادي المراية ايدي نضيفة بشرتي معليهاش اي ميك اوب خالص اه طبعا انا حتى مرتب شفاء و حتى مسكرة عشان بس الناس اللي بتحب المصدقية زي حالاتي هو ده اللي انا حطاها على وش طبعا انا بحب اخد بقق ماي الاول مش هتحتاج ان انت تاخدي زيت كتير خالص على اديك انت هتاخدي نقط 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 لان هي المنطقة كلها صغيرة جدا وحساسة جدا فمش عاوزون نحط فيها زيت كتير ويؤدي بعد كده لانتفخات او مشاكل في العين فانا هاخد يعني زي نقطتين كده وابتدي ان انا اول حاجة اوزع الزيت على منطقة العين على فكرة طبعا انت لو شفت الفيديوهات التانية اللي انا عملتها مساج الوجه ده التجاعيد واسليب تانية للمساج للحصول على نتائج مختلفة لمشاكل مختلفة في البشرة انا ده امام يعني بانصح لما تكي تعملي مساج هتركزي على الوش كله مش بس العيون بس انا النهاردة هركز على منطقة العيون بس عشان الناس اللي بتعرف تعمل مثلا مساج للوجه بس ما بتعرفش تعمل ايه بالزبط لمنطقة العيون فيعني انت مش هتعمل مساج لعينك بس لازم تعملي مساج لوجه كامل وهتلاقي برضو فيديوهات تحت الفيديو ده تعليمك تعملي كده ازاي دلوقتي بعد ما وزعنا الزيت على منطقة العين هبتدي ان انا اعمل الحركات بات المساج اللي انا هعلمها لك دلوقتي اول حاجة لازم تعرفيها ان مش اي صباع بنستخدمه في عمل المساج بنستخدم الصابع اللي هي بتبقى حنينة على الوش والصباع اللي حنين ده اللي هو بتسمى الرنج فنجر اللي بتلبسي فيه خاتم الزواج هو ده او الخطوبة يعني هو ده اللي هنشتغل به في اول حركة بتبدأي هنا من الكورنر او من الزاوية بتاعت العين وبعدين هنتدخل على جوة بالراحة جدا مش عاوزاك ان انت تزقي البشرة بتاعتك انا عاوزاك تمشي عليها انت بمجرد ما بتلمسي الجلد بتاعك انت بتحرك الدورة الدموية والدورة الليمفاوية وبتنشطي بصورتك بشكل انت لا تتخيلي فاني مش محتاجة اي عنف هنعمل الحركة دي عشر مرات كنا انا عملت حوالي اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طبعا انا هعمل حركات بسرعة عشان ما طولش في الفيديو بس انت تقدر ان تتعملي حركات على مهلك عادي جدا تاني حركة بتساعدنا ان احنا نتخلص من التنشن او الاستراث او التنشنة اللي موجودة في العضلة يعني العضلة بتقى مسكة كده فاحنا حنعمل زي الاسترخاء يعني بجيب الصبعين دول وابتدي ان انا من برة لجوة اضغط انت حتى انت بتركزي على عضلة العين يعني ما تدخليش ايدك جوة وصابع الجوة انت بتركزي على اطراف العضلة اللي بتحسي بيها يعني هي الجنجمة بسلا لو انت بتخلى شكلها هتحسي هنا التجويل بتاع العين انت بتمشي بقى على الطرف بتاع التجويل ده من برة لجوة هم بالزبط هي بتعود اجزاء واحد اتنين تلاتة وهتكرري الحركة دي عشر مرات وان تو سري هتعمليها عشر مرات بعد كده هنعمل نفس الحركة من جوة لبرة ودي بتساعد على تنشيط الدورة اللي مفاوية وبتخلصنا من السموم وده بيساعدنا في موضوع الانتفاخ والهالات السودة واحد نفس السبعين اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وهنكرر عشر مرات رابع حركة هنعملها النهاردة هي زي علامة التمانية ودي بتخلصنا من التجاعد اللي بتطلع هنا بسبب يعني بسبب الضحك بي حاجة اسمها سمايل لاين بتطلع حوالي البق وبتطلع حوالي العين هنا اسمها كروسفيد بالانجليزي بتبقى خطوط كده بتطلع للناس اللي تبتسم ودي حاجة مش وحشة على فكرة ايو هتزعالي ان انت يطلعلك خطوط عشان انت تنسانة بتبتسمي او انسانة بشوشة ايو هتخلى حد يزعاليك من الموضوع ده هنحلها ازاي بقى بنعمل زي حرف التمانية بالانجليزي بالصوابع دي اللي هو الصوابع على الرينج فنجر هنحط صبعنا في النص وبعدين هنتخيل ان احنا بنرسم شكل التمانية بالانجليزي كده بتساعد على شد الجلد في المنطقة دي ورفع العين بتعمل الحركة دي عشر مرات يعني بتعدي التمانية دي عشر مرات تكرريها اخر تمرين وسهل جدا جدا نفس الصبع هنعمل الاول الجزء ده وبعدين هنعمل الجزء ده كل مرة هنعملها عشر مرات هنعمل حرف تمانية حوالي العين احنا لو رسمنا خط من هنا ل هنا كده حوالي العين هيددينا شكل تمانية فانا هرسمه كده بالصبع ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعدين بسبت انا اصباعي الناحية التانية كده وراح ايه عاملها الناحية التانية واحد وانت بتمر من عند منطقة ما بين الحواجب تكوني نعمة جدا وتحرسي فعلا تبصي في المرات شو انت بتعملي ايه عشان ما تسببيش انبيعاجات وعوجاجات في البشرة العلامة دي بتاع التمانية دي كمان بتخلصنا من العلامة اللي في النص اللي هي بتسامة 111 واللي برضو بتطلع للناس اللي هما بيكونوا بيكشروا او بيحضقوا زي ما بيقولوا لما يكون الشمس ضربة او نور او حاجة بتطلع لهم عادي وطبي المساج ان شاء الله وبالتدريب بتروح او على علاقة بتخفي يعني تقريبا عملت تمانية تقريبا او حنقول تسعة عشرة حتى لو مش نفس العدد يعني انا بس ده الاغراض ان انا اوليكو بتعمل ازاي طبعا مع المخلص تمارين بنعمل حركة كده زي حركة الفراشة طبطبة كده دي بتعمل استرخاء اه جميل او في عدلة العين وطبعا كل ما عدلات عينك استرخد كل ما مظهر التجعيد قل كل ما بشرتك تجددت وتغزت وضرب فيها الدم وطلعت منها السموم عن طريق تنشيط الدورة اللنفوية وبقى شكلك حل وجميل وامر وعسل جدا 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 اهم حاجة تحافظي على النصائح اللي انا هقولك عليها في الفيديو ده عشان تحصولي على احسن نتائج طيب دلوقتي السؤال اللي بترح نفسه يا ترى ايه هو احسن وقت نعمل فيه المساج للعيون عشان نتخلص من التجعيد والدهات السودا وكل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في العين احسن توقيت بالنسبالي اللي انا هتصاحك به هو التوقيت اللي انت تقدر تحافظ عليه خمس مرات في الأسبوع يعني سواء الوقت ده هيكون الصبح بعد الظهر بالليل هو ده هيكون احسن وقت ان انت تعملي فيه المساج عشان هو ده الوقت اللي هيساعدك تستمري ان انت تعملي المساج ده بشكل يومي طبعا انت ممكن تعملي المساج ده مرة الصبح ومرة بالليل عادي جدا بس لو مش هتقدر تستمري يفضل مرة واحدة بس خمس مرات في الأسبوع والمساج مش ياخد منك اكتر من ثلاثة اربع دقيقين كم مرة نعمله في الأسبوع لو انت عايزة تعمليه بشكل يومي كل يوم سبعة ايام في الأسبوع عادي جدا بس اقل حاجة ان انت تعمليه خمس مرات ان شاء الله في الأسبوع طبعا المساج لوحده مش كافي ان هو يخلصك من التجاعيد بشكل نهائي فيه عوامل تانية كتير جدا هي بيتوقف عليها مسألة اختفاء والتخلص من التجاعيد وتكلمت عن الحاجات دي قبل كده في فيديوهات سابقة هحط اللينكاب بتاعت الفيديوهات دي تحت الفيديو ده في صندوق الوصف وفي اول تعليق تحت الفيديو نفس الكلام ده ينطبق ايضا على موضوع الهالات السوداء هتلاقي برضو اللينك بتاع الفيديو تحت في صندوق الوصف وفي اول تعليق تحت الفيديو ده وطبعاً تقدر تتابعيني على السوشيال ميديا أفرح حمدي عشان تعرفي أخبار الفيديوهات أول بأول لو حابة تشوفي فيديوهات أكتر عن العناير بالبشرة وتطوير الشعر وتطوير الزات بأساليب كلها غير مكلفة وسهلة جداً وهي حد يعملها دوسي على حرف I واختاري الفيديوهات اللي تعجبك وإن شاء الله أشوفك الفيديو الجانب باي باي